سلام عليكم شباب معكم علاء من كزاسوق طبعا اليوم عندنا لكم كنترولرات ديفو طبعا كلمنا عن الكنترولرات من قبل اشهر ورنا لكم انه رح نطلقها عقب فترة عقب ما نجهز ونجرب ونضبط كل شي الكنترولرات هذي مميزاتها حلوة وراح اشرح لكم كل شي بالتفصيل انت اليوم تقدر تشتري الكنترولر الاسود العادي تقدر تشتري الكنترولر مميز غير الشكله غير احلى في ناس يحبون الاشياء اللي اشكالها احلى تصنب بكنترولر العادي فتقدر تشتري الكنترولر الاسود العادي طبعا هذي الكنترولرات اصلية من سوني يعني الجهاز من داخل هو نفس الكنترولر الاسود بس احنا شنا الغطاء الاسود من الخلف ومن الامام وغيرناه بطريقتنا احنا كديفو كنترولر فالكنترولرات اصلية مية بالمية وعليها ضمان فلا تخاف اذا صار شي عدنا عدة انواع بنحط لكم الصور من الانواع الموجودة ونتكلم في الفيديوات القادمة عن انواع البادرة بس اندي اليوم ثلاثة انواع عندي الكربون فايبر الكامالين والكنترولر الاحمر طبعا فيه كنترولرات يكون ميزاته نفس الشيء وفيه كنترولرات بس الشكل من وراء وجدام وزراء وفيه كنترولر بس غطاء امامي تغيرها فتشوفون اختلاف الخارج брат العدنه هني الاحمر الشفاف وعدنا هني الكربون codes هذا الكربون فايبر وعدنا هني الكمالين نفس ما تشوفون طبعا هاي الكربون فايبر والأحمر الروبي نفس الشي بنتكلم عن الكربون فايبر نفس ما تشوفون الغطاء الأمامي كربون فايبر مميز عن الكنترولر الأسود عادي من الخلف في لهواء هني قطعة غير بلاستيك مضادة للنزلاق إذا يدك تعرق الكنترولر العادي بتنزلك بس هادي بتكون فيها نوع ربر يمسك الكنترولر في يدك أكثر شي الثاني ان الكنترولر هني تشوفون الثمستيكس ما فيه ثمستيكس السبب ورا هاي شي ان عدنا هني 12 قطعات ثمستيك طبعا حاليا كل الكنترولر بتشتريبه هتحصل معاهم ميدالية ديفو داخل مجانية فحنا لما نفتح ونشوف الأشياء اللي داخل عدنا 12 قطعة داخل بالإضافة لقطعتين حاكل التريغرز هاي ميدالية ديفو لداخل الكنترولر طبعا نفس ما تشوف والله عندك 6 أنواع مقعرة 6 أنواع محدبة فوالله أنا أبي الريت أنالوج أبيها تكون حجمها كبير مرتفع وتكون مقعرة فأركب هاي القطعة وبس أضغط وراح تركب اشوفونه حين الارتفاع والجهة الثانية والله أنا أبي محدب وصغير فعندك هاي الخيال تقدر تسويه فحنا لو تشوفون الكنترولر شون ففيه ناس يشترون الكنترولر فريك بروحها قطعتين بمئة ريال بس لو أنت بتحصل مع الكنترولر 12 قطعة بالأحجام اللي تب بيها فتقدر الحين والله أنا بي الثمستيك يكون أرفع بيكون ضغطته أسرع حق اللامس والله لا أنا بي شي أقدر بحط الصبعي كامل عليه أو بي شي بس أضغط تدي الحركة فعندك أنت الخيارات اللي تقدر تسويها كلها نوع يعني مو ملزم بشكل نوع أو نوع معين شي ثاني عندك الـ Triggers و Triggers مفيدين لأن الحساسية بتكون أسرع حق الضغط فإذا انت العب على First Person تقدرون تلعب بس تضغط ضغطه شريعه بذل تخلي يدك كامل عليه فحين تقدر تسوي تلي بهاي الحركة فايدة للـ Triggers نصر ما تشوفون في حق اليمين وليسار فتقدر تشيله إذا ما تب بي تخلي كنتوالر عادي الأحمر نفس الشي شفاف من جدام ومن وراء أحمر وفي نفس الطريقة باللهوة عدندي كرون فايرة ولو تشوفون الأزرار هنا لونها أحمر وعندنا آخر كنتوالر اللي هو الكاميليون نفس ما تشوفون الأزرار لونها كاميليون من الخلف لونها كاميليون مميز لونها بالكامل عن كنتوالرات الباقية هي يكون بس غطاء شكل بس هاي فيهم خواص أكثر طبعا فيه كنتوالرات قادمة عدنرس هما في حاليا في وضع التجريب على سبيل المثال إضاءة كاملة للكنتوالر إضاءة الثامب ستيك وكنتوالرات الشابة كنتوالرات السكوف بيكون فيها أزرار حاليا هاي نجربهم يمكنني أخذ لهم موضوع شهرين أو ثلاثة شهر نبي نظما نكون جودتهم عالية ونشوف الإقبال على هالكنتوالرات إذا نجحوا هالكنتوالرات إن شاء الله راح ننزل الكنتوالرات الثانية بس لتلاحظ أن السعرهم مبما بتفع بشكل خياري عن الكنتوالر الأسود وانتو راح تحصل هاي المميزات الأضافية في الكنتوالر فإذا أعزبكم الفيديو لا تنسوا اللقاء والسبسكرايب كاملا وكم على الوابط بتكون حق المتاجات في الوصف مع السلامة